بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وخلال البرقية قال وزير الداخلية إن رجال الشرطة سيبدلون المزيد من العطاء والتضحية تحت القيادة السياسية الحكيمة في سبيل رفعة وازدهار الوطن الغالي ورخائها كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر كما بعث ببرقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمع وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة أيضا للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام